جميل رايحين السنغال بكرا ان شاء الله نعمل ايه بقى في السنغال نتعامل مع المباراة دي ازاي هل هيبقى فيه اي تغيير تيكتيكي او فني او تشكيل او طريقة لعب في المباراة السنغال ولا هيلعب بنفس طريقة تقالل سكروش كارل سكروش من المدربين اللي طول ما الامور ماشية في الشكل والسياق والطلبات اللي هو طلبها زي ما حصل في المباراة الناس كانت بتكلم ليه ما غيرتش الخمس تغييرات ليه ما غيرتش الاربع تغييرات لان الراجل مقتنع بالمردود اللي بيقدمه المجموعة اللي في الملعب الراجل عمل تغيير اولى اضطرارية بخروج محمد عبناء منزول ياسر ابراهيم وبعدها كانت تغييرة عمر ماروش ما كان مصفو حمد اللي ستونزي في بدنية تماما في الديها سبعية فالراجل كان مقتنع تماما بالمردود ده بيقولك ان الراجل مش هو ريجد مش راجل غير قابل للتغيير لكن الراجل مقتنع بفلسفة كروية قادر انه يطبق بيها اللي هو عايزه مقتنع تماما بالمردود اللي بيقدم مجموعة اللعيبة دي يمكن يمكن الراجل يفكر في بعض بعض التعديلات على صعيد الافراد طبعا فيه تعديلات اضطرارية بسبب غياب الوينش ومحمد عبد منعم لكن على صعيد المجموعة على صعيد الشكل اللي يلعب به اربعة تلاتة تلاتة مش هيغيرها تقول لي هنا بقى الشكل الهجوم اللي استنغالها هيبقى عامل زي عشانا لأسف فضيل دقيقة واحدة طيب عاملي زي واح نتعامل معدي في عياني ازاي السنغال هتعمل سيناريو من اتنين ما نومش تالي عشان الوقت بيجري هما بيعتمدوا على الاربعة تلاتة تلاتة الثلاثي اللي في الوسط ده ادريس جانا جايه نامبلس مندي واشيخه كياتي التلاتة دول وارد الراجل عشان يبدأ المباراة بضغطه هجومي يستبدل واحد من الثلاثي دول علشان الثلاثي دول قدراته من الدفاعية اكتر هو بيشتغل باربعة تلاتة تلاتة معتمل على الثلاثي الامامي اسماعيل اصار ساديو مانيو فامارا ديديو الثلاثي دول بيعمله كل الشغل اللجومي وبيحصل زيادة بالتبادل ما بين شيخه كياتي وإدريس جانا جايه الراجل هيعمل ايه؟ وارد جدا جدا انه يفكر لانه عمل دي لما حس انه عنده عقم تهديفي في الدور الاول من الكان غير لعيب من الثلاثي اللي في وسط الملعب ونزل اللعيب بامبا ديانج اللي نزل في الشوت الثاني في مباراتنا او يلعب بكولايديا ويدخل اسماعيل اصار انصايد يشتغل جوه شوية او يحط هنا ساديو مانيو انصايد شوية ويلعب بكيتا بلدي من بداية المباراة ولكن ولكن الراجل محترم تماما منتخب مصر لكن مع الدفعة والزخم الجماهيري وان الملعب خلاص اتحجزت ساعته بالكامل الخمسين الف متفرج في دكار ان شاء الله فان شاء الله ان شاء الله هو بشكل كبير جدا مش هيعمل اي تغييرات هينزل بالحداشر رعيب زي ما هو الا الحالة اللي احنا اتكلمنا عليها والسلاسة اللي في وسط الملعب وارد واحد منه ميتم تغييره واعتقد انه ممكن يكون على حساب نام بلس مندي جمال انت شرفت من الله كان نفسي طور اكتر من كده اسألكم سؤال بس ممكن اخد ايجابة سريعة جدا ان شاء الله بجملة حتى من الشكل فني الناس بتسأل لو احنا اللي قد ودخل فينا جون احنا خايفين التحول اللجومي احنا دفاعين كويسين التحول اللي جومي ممكن يبقى فيه خطورة رايك يا عمير بصوا كان عندنا مشكلة في ان محمد النني للأسف لعب واحدة من اسوأ مبارياته لدرجة ان الحاجة اللي هو مميز فيها معدل تاميراته الصحية كان 81% رقم قليل جدا اعتقد ان لو لا قدر الله ده حصل ومحمد النني كان في حالته مع عمر السلية وحمدي فاتحي وخرجنا بكرة مصبوط ممكن نستغل التحولات اللي جومية مصر بإذن الله بإذن الله هتستغل هتستغل اندفاع المنتخب السنغالي المؤكد مهم جدا ان اقسم المباراة كارلس كروش بيعمل ده بامتياز الربع ساعة الاولى اتعدي دون انا استقبل اهداف الضغط ما يكونش بلو بلوك ما نزلش تحت قوي اضغط من فوق شوية اضغط ميد بلوك او دفاع متوسط من فوق شوية علشان ما حطش نفسي تحت ضغط بداية المباراة اعد الربع ساعة الاولى بشباك نظيفة ان شاء الله مع الدفاع المنتخب السنغالي واللعب على الصبر اللي بيعملو كارلس كروش هنسجل في الوقت المنتخب السنغالي هيكون ضغط علينا فيه يا رب اضيف حاجة بس اضيف حاجة عشان نفتكرها مع بعض في مباراة المغرب لما دخل فينا هدف مبكر جدا احنا عملنا مباراة هجومية خيالية على المغرب بعد الهدف فبس دي نقطة تدي امرها للناس عشان الناس تسأل احنا بنقع في نفع كويس بس لو دخل فينا هجوم مش نقف نهاجم احنا هاجمنا قدام المغرب وبعد اللي احنا عرضناه ده لسه في حد شاكك ان احنا ما هاجمناش نقرف نهاجم حتى لو احنا بندافع